نلتقي اليوم في حدث متميز في طبيعته المناسبة التي نحتفل بها متميز أيضا في حضوره ومتميز في نظرتنا لمستقبل واعد ينتظر مصر والإمارات معا حيث نشهد اليوم الاحتفال بمرور خمسين عاما على انطلاق العلاقات الدموناسية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهي الاحتفالية التي تعقد برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية والذي كما سمعنا عبر بكلمات صادقة من القلب عما يشعر به كل مصري من مشاعر الود والأخوة تجاه أشقائه في دولة الإمارات الغالية التي تحتل مكانة عزيزة في قلوبنا جميعا وهي نفس المشاعر والرسائل المعبرة التي غلبت على أقوال الراحل الشيخ زايد بن سلطان النهيان الخالدة عن مصر والتي وصفها بأنها القلب بالنسبة للعالم العربي والذي إذا توقف فلن تكتب للعرب حياة حتى أنه أوصى ابنائه بأن يكون دائما بجانب مصر وأرى أن هذه الاحتفالية هي خير ما يجسد مشاعر المحبة والود التي تغلف هذه الوصية على أرض الواقع فهي نفس المشاعر التي تملكت قلوب وخواطر المصريين الذين توافدوا على مدار الأجيال للمساهمة في إرساء دعاهم النهضة الحديثة لدورة الإمارات جنبا إلى جنب مع أشقائهم الإماراتيين ويشرثنا اليوم تواجد السيد رئيس مجلس الوزراء بيننا لنرحب بهذه الصحبة الكريمة من أشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة أبناء وأحفاد الشيخ زايد الكرام في بلدهم الثاني مصر وهي القلب العربي النابد الذي يتسع دائما لجميع ديوفه الأجلاء من دول الوطن العربي أجمع ويأتي نعقاد هذه الاحتفالية تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد لجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الحكوبتين والشعبين الشقيقين وهو ما لمسناه من خلال ما شهدته الأيام القليلة الماضية من حرس الجانبين على تنظيم فعاليات رياضية وسياحية وثقافية مشتركة متنوعة تتكامل في مضمونها والرسالة التي تبعثها إلى العالم مع مستهدفات الفعاليات الرسمية التي تشملها الاحتفالية وعلى رأسها إنعقاد منتد اقتصادي يضم جلسات متنوعة تتناول أبعاد الشراكة الاقتصادية المتكملة للعلاقات المصرية الإماراتية والمزايا التنفسية التي تطيحها البيئة الاستثمارية في البلدين وأليات تعزيز الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي من واقع التجارب المصرية والإماراتية الناجحة في هذا المجال وعرض نماذج لقصص نجاح أبرز المستثمرين المصريين في الإمارات وقصص نجاح الشركات الإماراتية الرائدة في مصر بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في البلدين والتأكيد على محورية دور مصر الإقليمي كمركز لوجستي شامل لجميع الخدمات في المنطقة والتعرف على آفاق التبادل الحكومي المعرفي لتحقيق تقارب ثنائي بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للبلدين وفي إطار استضافة جمهورية مصر العربية لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قب 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ في الفترة في نوفمبر 2022 وفي ضوء توجه الدولة المصرية لتعزيز جهود الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر في مصر والدول الأفريقية على حد سواع يتناول المنتدى الاقتصادي لاستعدادها التجارية لقمة مؤتمر المناخ وهي قمة التي ستعقد دورتها التالية في دولة الإمارات الشقيقة بما يعكس الثقل الإقليمي والدولي للبلدين وتبنيهما للقضية الفاصلة في تاريخ الأمم الناهضة ومثله كل منهما عن امتداد ونعكاسات لنجاحات الأخرى حيث تأتي الدورة التالية بإذن الله لتبني على ثمار نجاحات ونتائج القمة الحالية بما يضمن استدامة ما تحقق من مكتسبات غالية للعالم أجمع بقصوص قضية هامة وهي قضية التغير المناخي التي بادت تهدد النهضة التنموية لكافة الدول حيث يجتمع القلب الواحد الذي يجمع البلدين الشقيقين الرغبة في العطاء وتسخير الجهود لضمان رخاء العالم ورصاهته وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية المستدامة يضاف إلى تلك الفعاليات تنظيم ملتقى ثقافي إعلامي في اليوم الثاني الاحتفالية يضم جلسات تتناول تاريخ التعاون الثقافي بين مصر والإمارات وترصد العلامات المضيئة على طريق التعاون الإعلامي المصري الإماراتي كنموذج استثنائي للتعاون الإعلامي المتميز على مستوى الوطن العربي ختاما بتسليط الدوء على أهمية وتاريخ العلاقات الرياضية بين البلدين وقد حرص الجانبين على اختتام هذه الاحتفالية بتنظيم فعالية فنية ضخمة تعبر عن أهمية الإرث الفني المتجدد لتعقد في معلم تاريخي مصري عالمي يجسد مهد الحضارة الإنسانية السيدات والسادة الحضور الكريم تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يجعلها تمثل نموذجا استثنائيا للعلاقات العربية العربية نجح في الصمود في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى المنطقة العربية والعالم أجمع حيث كانت دولة الإمارات العربية الشقيقة من أوائل الدول التي سندت مصر في أكثر اللحظات التاريخية الفارقة في تاريخها المعاصر في بدرة عكست ما كشف عنه أيضا الوثائق التاريخية من امتداد مشاعر القومية العربية التي جمعت بين زعيمي الراحل جمال عبد الناصر والشيخ زايد آل نهيان والتي دفعت رئيس ناصر لتأييد حلم زايد في اتحاد السبع أمارات معا لتصبح الإمارات العربية المتحدة التي نراها متلألئة في سماء العرب العربي اليوم وهو ما أثمر أيضا عن حرص البلدين على التنسيق والتعاون المستمر بما نتج عنه تطابق الرؤى بين القيادة السياسية الحالية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بنتج عنه تطابق الرؤى حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية التنموية فهناك تحديات مشتركة تؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة وهو ما يدفعنا لاستهداف تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الوعدة المتاحة خصوصا في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين وفي هذا الإطار جاء حرص الحكومة المصرية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية في مجال تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم لمشروعات التنموية المختلفة تكللت جهود الجانبين بإطلاق جمهورية مصر العربية جائزة مصر التميز الحكومي عام 2018 تحت رعاية كريمة من السيد الرئيس الجمهورية والتي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب وأفضل المراسات ونستعج بإذن الله لإعلان نتائج دورة جديدة من الجائزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة كما شملت مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين إنشاء مجموعة من مراكز خدمات مصر والتي استشهد افتتاح أولها في مدينة أسوان قبل نهاية هذا العام بالإضافة إلى الإنجازات المتحققة في ملف بناء القدرات الحكومية وتعديث ثقافة الابتكار والتوجهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل يأتي أيضاً في إطار أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الرغبة المشتركة في التوسع في إطلاق الشراكات الاستثمارية الواعدة التي تعكس ما تتمتع به الدولتين من إمكانيات ومزايا التنفسية ينبغي العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين وهو مثل نقطة الانطلاق لتأسيس منصة استثمارية مشتركة تحت مظلة البروتوكول الموقع في نوفمبر 2019 لضخ استثمارات مشتركة بين صندوق مصر السيادي الاستثمار والتنمية وشركة أبوظبي القابطة لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية كما تجمعنا الشراكة الصناعية التكاملية مع كل من الأردن والبحرين لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمس مجالات صناعية وعيدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والمعادن والبيتروكيمويات التي جاءت لتدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والتي لم تتأثر من جراء الأزمات التي يشهدها العالم حيث عكف الجانبان على بحث عدة مشروعات وفرص استثمارية في قطاعات مختلفة تحقق مصالح الدولتين سيدات والسادة في ختام حديثي أود التأكيد على حرص الدولة المصرية الدائم على استمرار التعاون والتصيق المثمر والمتميز مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ترسيخا لدعائم التعاون التنموي الوثيق بين الجانبين أتوجه بالشكر لكافة الجهات المعنية ولجميع القائمين على الأعداد والتنظيم الجيد لهذه الاحتفالية أتمنى لجميع الحاضرين التوفيق والنجاح ولدولتين الشقيقتين مزيد من التقدم والإزدهار وأن تمثل هذه الاحتفالية على مفارقة في تاريخ العلاقات الثنائية وأن تؤسس لمرحلة جديدة أكثر تمييزاً وأكثر عمقاً في العلاقات بين البلدين نحتفل اليوم بالعيد الخمسين ولكن أنا نوثي الأجيال القادمة بالسعي لاستدامة هذه العلاقات وأن تشهد السنوات القادمة الاحتفال بمزيد من الإنجازات ومزيد من العلاقات الثنائية المتميزة ترجمة نانسي قنقر